أعيز أكلمكم شوية عن الحديث اللي داير في الشارع القرى أو الشائعة اللي داير في الشارع القرى وحديث وليد أزارو ووليد أزارو هروب وليد أزارو بالصراحة أنا مش عارف يعني ليه الكلام ده مفلوح دلوقتي وليه الحديث عن وليد أزارو هروب ومش هروب ووليد أزارو عارفين كله أنه هو مصاب بالعضلة الخلفية وإصابة كبيرة شوية إصابة تاخد على الأقل لست أسابيع عشان كده وليد أزارو النجم المغربي ونجم نادلقالي وهداف الدور العام سافر للمغرب لاستكمال علاجه وليد أزاره لو الموضوع عد على خير هيكمل مع المنتخب المغربي لو الموضوع كان هيتطول شوية هيرجع تاني إلى الكاهرة لكن مفيش موضوع هروبه والكلام ده كله كلام فاضي من احترام لكل الناس اللي بتتكلم دايما بقول يعني اختار وقت الكلام فيه اللي عايز يتكلم أو اللي عايز يوقع أو اللي عايز يعمل أي مشكلة قبل ممطش مهم زي مبارات الترجي اعتقد ان ما فيش مجال الحديث عن هروب أو مش هروب لعب بقيمة وحج موليد أزاره كان كلبالي قبل كده كلبالي كان لعب مجهول الهوية تماما النادي الأهل يجيه وعملوا لعيب كرة الناس بدأت تعرفه عشان كده لما هرب ندمان دلوقتي وكلكم عارفين أخبار كلبالي والغرامة اللي توقعت على كلبالي وكلبالي مش عارف لعب في أي مكان لغاية دلوقتي فأكيد مش هيبقى نجم كبير زي نجم موليد أزاره منتخب المغرب وكل الناس عرفاه وأبدع وأقنع الناس في الأهل وفي مصر عموما وهداف الدور العام أكيد يعني مش عايز أنزل للمستوى ده في الحديث بصراحة أنه هو هروب ومش هروب عايزين نقفل لقصة دمان وعليد أزاره قبل ماتش الكاس أنا كنت هناك في نادل آلي وكنت تكلمت معاه وقال لي أنه هو يسافر للمغرب عشان يبدأ مرحلة أو يستكمل مرحلة العلاج بتاعته إحنا كنا فاكين الإصابة يعني تقعد أسبوع الحاجة لكن النادل آلي صرح وقال الإصابة تقعد ما بين أربع أو ست أسابيع إن شاء الله وليد أزاره يرجع بسرعة جدا لأن النادل آلي محتاج وليد أزاره كلنا عرفنا مش عايز أقول إمتو يعني لكن كلنا عرفنا قديهوا لعيب مهم مع مروان مع كل اللعيبة الموجودة في النادل آلي وليد أزاره لعيب بيتمتع بحاجات كبيرة جدا عنده سرعة عنده قوة عنده اختراقات بعرف يجيب جوال دلوقتي هداف الدوري لأول كانت الناس بتقول وليد أزاره صفقة ومصفقة دلوقتي وليد أزاره الناس كلها بتسأل عليه والحمد لله إن دايما ندل آلي بيطلع صحة في الآخر عشان كده وليد أزاره بكرره بقول لا حديث أو لا مجال عن الحديث عن هروبه والشائعات اللي بدأت تقال في الشارع القروي اشتركوا في القناة